بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين عما بعد يا أحباب مع الدرس الثامن من مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس لابتداء حقوق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سنتعرف على حقوق الخلفاء الراشدين ومن هم الخلفاء الراشدين وفضائل كل خليفة منهم الصحابة رضي الله عنهم جميعهم مشتركون في المنزلة والمكانة العالية إلا أن هناك فضائل خاصة لبعضهم بحسب صبقهم لدخول الإسلام وهجرتهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك فضائل تخص أربعة منهم وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم فهم أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم أجمعين فهم خلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وراشدون من الرشاد وهو ضد الغواية وأئمة في الخير ومهديون وهي ضد الضلالة المراد بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هم الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذن عدد الخلفاء الراشدون أربعة ولكن هناك من يقول أن خامس الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز وهذا طبعا ليس حقيقة وإنما هو مجازا لأنه كان عادلا لأنه كان عادلا وهو لم يكن من الصحابة وإنما كان من التابعين فلا يصح أن يكون من الخلفاء الراشدين هم الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه حقوق الخلفاء الراشدين أربع أشياء أعتقد أنهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم ومودتهم والترضي عنهم يعني رضي الله عنهم وبيان فضلهم اتباع سنتهم وهديهم أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني ما يفعلوه لنا فهو سنة مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد يعني مثال صلاة القيام التي نصليها في المساجد الترويح هذه سيدنا أمر بن الخطاب هو الذي قام بصلاتها في المساجد ترتيبهم على حسن الأفضلية والخلافة فيقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين نعتقد أنهم أفضل الناس وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم ومودتهم وترد عنهم واتبع سنة مهديهم وترتيبهم حسب الأفضلية الخلفاء الراشدون أم الأربعة والواحد سنتعرف عليه وفضائله أبو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال يا فضل عظيم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة فضل عظيم وقد ذكره الله عز وجل في كتابه بهذا اللقب الشريف فقال جل في علاه إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا يقول لصاحبي يعني هو صاحب الرسول ورفيقه وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة والصحبة قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا يعني صديقا أو يعني حبيبا يكون معاه لاتخذ بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه نسيب النبي صلى الله عليه وسلم صهره هنا أيضا فضيل عظيمة استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصحابة في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا يدل على فضله العظيم وهو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة الصحابة كلهم اختاروا أفضل الناس من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي الخليفة الثاني أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقب بالفاروق لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل لما أسلم مشى المسلمون في صفين صف عليه عمر بن الخطاب وصف عليه حمزة ومشى خلفهم الضعفاء ففرق بين الحق والباطل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه حيث قدمه أبو بكر على سائر الصحابة وقال لو سألني الناس لماذا اخترت عمر قال سأقول اخترت أفضل الناس على وجه الأرض أثناء عليه الصحابة رضي الله عنهم قال علي بن أبي طالب خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وخير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه هو عمر على ما يدل السناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أفضل الناس بعد أبو بكر هذا يدل على أنه أفضل الناس بعد أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه ويدل ويدل على حب علي العمر رضي الله عنهما ليس بينهما مشاكل كما يدعي البعض أنهم يعني على خلاف هذا يدل على حبه نكتب راضي يا نقطتين هنا علي نقطتين الخليفة الثالث أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه يلقب بذن نورين لماذا يلقب بذن نورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابنتي النبي عن نورين من عند النبي حيث تزوج رقية ثم لما ماتت تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم لذلك يلقب بذن نورين أنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لم يحصل لأحد غير عثمان غير عثمان هاجر الهجرتين حيث هاجر الى الحبشة الهجرة الاولى ثم هاجر للمدينة النبوية كان غنيا سخيا يعني كريم فقد جهز جيش العثمان 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 المتجه نحو تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم يعني بعد تجهيز لجيش العثمان يأمل اللي هو عوزه هذا دليل على انه خلاص داخل الجنة تولى الخلافة بعد عمر لتقديم الصحابة له رضي الله عنهم اجمعين جمع القرآن الكريم في مصحف واحد يعني نسخة القرآن العثماني التي نقرأ فيها الان كان الناس يختلفون في القراءة فوحد قراءة القرآن الكريم حينما جمع القرآن الكريم في مصحف واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي جمع القرآن في البداية خالص ابو بكر لكن اللي وحد الكراءة كل المصحف بقت واحدة في البلاد هو عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة وله الجنة هذه البئر حفرها عثمان رضي الله عنه فعلى ما يدل هذا يدل على أنه مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم هو اشترى بئر رومة من رجل يهودي وأهداه للمسلمين يتشربون منه كان الرجل اليهودي يبيع المال الماء فلكن سيدنا عثمان اشتراه وأهداه للمسلمين يشربون مجانا مقابل الجنة فهذا يدل على أنه مبشر بالجنة فيها حديث تانية كمان ولكن هذا يدل على أنه مبشر بالجنة الخليفة الرابعة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من آمن من الصبيان يعني الصغار تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فضل عظيم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من آل بيته كلما نقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد نصلي عليه نطلب الله الرحمة أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابنته فاطمة وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديم الصحابة له هذه أوصاف وفضائل ينطبق كل منها على واحد من الخلفاء الراشدين طيب يلا بينا نكتب دول الأول وبعدين نكمل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه نغضع لقطتين تحت رضي أول من أسلم من الصبيان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن شاء الله سنضع نقاط بعد ما خلص عشان نكتم مرة واحدة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته علي ابن أبي طالب رضي الله عنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي النقاط تحت كلمة رضي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عمر ابن الخطاب وابو بكر الصديق نقول ابو بكر إيه الصديق نقول رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تزوج بنت ابو بكر وبنت عمر حفصة وعائشة تمشي لتنين يعني تستحي منه الملائكة عثمان رضي الله عنه طبعا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كلمة ابن بتحزف الهمزة لا نقول ابن لأن الهمزة محزوفة يبقى كده وصلنا لغاية تستحي منه الملائكة نضع النقاط اليا حتى لا ننسها راضي يا هنا راضي يا هنا نقطة في النهاية هنا أبي وعلي وراضي يا ونقطة في النهاية هنا أيضا علي أبي وراضي يا وهنا راضي يا ونقطة في النهاية راضي يا راضي يا ونقطة في النهاية في الختام نعزف دول بقى ونكمل الموضوع إذا رآه الشيطان سالك طريقا سالك طريقا آخر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا عمر ما سالك طريق إلا وسالك الشيطان طريقا آخر أو فجا آخر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني الشيطان بيخاف منه من شدة إيمانه أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر اشترى العبيد وأدخل الكثير في الدعو ومنهم سيدنا بلال اشتراه وعتقه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس أيضا أبو بكر رضي الله عنه عنه من هم الخلفاء الراشدون هم الأربع الذين تولوا الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر الصدق وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وإثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي الطالب رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لدينا نحفظهم بالترتيب لأن فضلهم كما هو بالترتيب يبقى هم الأربع الذين تولوا الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي الطالب رضي الله عنه سؤال الثاني هاد لكل خليفة من الخلفاء الرشيدين فضيلتين من أهم فضائله هنقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال أفضل الناس من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وغيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقب بالفاروق لأنه لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها نختار فضيلتين فقط من الفضائل ليس سباك الصحابة عندنا بعد كده واسمال بن عفار رضي الله عنه يلقب بذن نورين لأنه تزوج ابنتين نبي صلى الله عليه وسلم هاجر الهجرتين حيث هاجر الحبشة ثم هاجر لمدينة النبوي علي بن أبي الطالب رضي الله عنه أول من آمن من الصبيان أول من آمن من الصبيان تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها كذا أتينا بفضيلتين لكل خليفة من الخلفاء الراشدون الأربع سؤال الثالث اذكر ثلاثة من أهم حقوق الخلفاء الراشدين اعتقاد أنهم أفضل الصحابة وأنهم من أهل الجنة محبتهم ومودتهم والترضي عنهم وبيان فضلهم ترتيبهم حسب الأفضلية والخلافة فيقدم عبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ترجمة نانسي قنقر 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 لماذا كان أبو بكر أفضل الصحابة رضي الله عنهم أنه أول من أسلم من الرجال كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة قال عنه النبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي كان النبي يستخلفه في الصلاة كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر الدين بماله وبالدعوة وبعد خلافته كان خليفا عادلا كان خليفة عادلا حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت القبائل وكاد الناس يرتدون عن الإسلام لولا وقوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لو منعوني إقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه بالسيف فأعاد الناس مرة أخرى إلى رجدهم ودفعوا الزكاة وعاد المسلمون أقوياء وعادت هيبة الدولة الإسلامية لها واحد يقول لي أنا هكتب كل ده أستاذ أقول له كتب اللي أنت عاوز عاوز تكتب واحدة ماشي اتنين ماشي تلاتة ماشي لكن الأفضل بقي بكل حاجة تمام يا الله نروح للسؤال الخامس لماذا لقب عثمان بذنه رين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم دي تكفي هذه تكفي للمختصرين لكن الأعوزين يأكدهم الإجابة أقول حيث تزوج رقية ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم ولم يحدث هذا سوى مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه في الختام لا تنسونا من الدعاء واللايق والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته